انا بتقول انا ليا واحدة صاحبتي متجوزة من 8 سنين هي عاشت مع جزها 8 شهور بس عشان غشها في التحاليل الزوجية وهو عنده عقم من وهو صغير وما قالش ليها قبل الجواز وهو ما عندوش يعني هو ما بيخلفش ابدا وبقالها 8 سنين في المحاكم وهي تعبنة جدا ومش عارفة تعمل ايه ارجو منكم تقولولنا حل للمشكلة طيب رأي المجلس عندها ايه؟ هي ما قالتش ايه تفاصيل خالص غير اللي هي بعتها ده بس لا تروح للمجلس والمجلس يبعت لنا تقرير ومشكلتها تتحل ان شاء الله لانه ده يعتبر بطلاء بقى صح؟ لكن هي لها 8 سنين في المحاكم هو الغش بيبطل العقد وبالتالي هو غشها انه هو عنده عقم ومقلهاش فكانت رفع الدعوة على طول بعد اكتشاف حالة الغش دي وكانت رفع الدعوة بطلاء زواج هي يبدو لها 8 سنوات فخلاص عدت الموعيد مش هنفع تعمل بطلاء والكنيسة مش هتعرف تعمل لها حاجة هتعمل لها ايه الكنيسة؟ لازم تاخد حكم وليه ليه الموضوع محدد بمدة زمنية معينة؟ حضرتك في مشكلة القانون بيقول كده ليه بقى؟ في موعيد في موعيد بتسقط فيها يسقط فيها الحق في رفع الدعوة يعني انا مش هده يعني انا مثلا عرفت انه الشخص اللي انا متجاوزاه ده غشني في التحاليل الطبية دي بس مثلا انا يعني بحاول انه خلاص يعني احاول هتجاوز المنطف بس هو اساء معاملتي وعدت المدى معاش سبب تاني ده سبب تاني لكن انت عرفتي بالعيب اللي موجود والمشرع الترك لك فترة زمنية بعد المعرفة بعد الفترة دي بيفترض انك انت رضيتي بهذا العيب وبالتالي بيسقط الحق في رفع الدعوة زي الملكية كده بتتقادم بخمستاشر سنة فيش حد عنده فدان ارضه ولا عنده بيت هيسيبه خمستاشر سنة المشرع الداله مسافة طويلة جدا يطالب بيها خمستاشر سنة يطالب بحق زي الميراس كده بيسقط ب33 سنة المشرع ترك للبنت 33 سنة تطالب اخوها بالميراس عدت 33 سنة ساقط الحق في رفع الدعوة فالمشرع بيفترض مرور فترة زمنية انت الشخص رضي بهذا الوعد هي عدت 8 سنوات اصبح هنا ان هي تاخد حكم بطلان استحالي طي الكليسة تملك التطليق لا تملك التطليق ترفع دعوة في المحكمة اي سبب هتستند ليه مفيش لازم يكون فيه تشريق هي الدايرة اللي احنا منظر فيها بتاعت كل حلقة اه سيزانة بعد اذن دكرة عبدالله هي لو بعتت لنا المجلس بتاعها معت تقرير بالحالة نقدر نساعدها طيب سيدنا الليل ترجمة نانسي قنقر